خانية بيض مش هكلفنا 30 جنيه دي كلها بوريتين للأولاد بسم الغالي لحمة وفراغ خد يا عادل قلية دولة دوق كده بسم الله الرحمن الرحيم يلا يا عادل دوق بوريتين هي اللي يأكلوا وكل حاجة حلو ويلا أنا شوف وأنا دوق وأنا كمان ما دوقش إليه عمال إيدي تسلم عني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبع الخير يا أولاد كل سنة وانتوا طيبين ويعود كده على أمة الدنيا بحل بخير يلا تعالوا معايا كده هنعملوا صانية بيض مش هكلفنا 30 جنيه دي كلها بوريتين للأولاد ايه يعمل بسم الغالي لحمة وفراغ هنعمل معايا أنا تلوقتي صانية البيض أنا تلوقتي جايبة 8 بضات البصل من البيض طبعا والخضر طبعا ضروري في التلاجة مش هنخلى الخضر عشان نعملوا محشي نعمل صانية بيض زي كانت يا حكت عني وتلات أربح طماط بخمس طماط برضو وطورة رز وعندنا كل واحدة بيبع عندها تحوجة في البيض اللي هو صبع البارات والملح والفلفل لغم مش هتكلف حاجة 30 جنيه هتم تعملي أحلى غدا من غير فراغ ولحمة وبوريتين برضو للأولاد يلا تعالوا شوفها نعمل هنزل هوت بايه بكبات زيت عندي لا عندك انت عارفة البيض كل ما تتلع حب الزيت هيبع أجمل كلك التغيير مطلوب قادي عندي البصل يا دبك هتصفر هاي زي ما انتو شايفينك خرطيها بقى طيعت كده برضو براحتك في اللي بيعني يا دبك ايه تصفر بس احنا عارفين صانية البيض مش بنحملها البصل احنا بنصفرها ابتدت يا البصل هتتبل فيه ده طبعا مش عاوزها تحمر قوي لازم تتبل بسي يا دبك كده وهنزل عليها بالطماطم اه انا قلت يا ولاد ما بياخدش ولا طماطم كتير ولا غير عاوزة تعملها بلحمة مفرومة عملي عاوزة تعمليها سادة طبعا من غير رزه خالص برضو عادي كلها بتمشي زي ما انت عاوز عاوزة تعمليها زي ما انا هتشوفت كده بالرز انت هتشوفها هحط الملح بتاعي طبعا البيض عشان لازم احييقها كويس قوي عشان متباش دلعة عندي عشان بحط كمية الحاجة بتاحتك احب الكمون بسيطة الشاكتر برضو احب التنفل اسمر انا ممكن احطه كله ده على البرد لا انا بحبي برضو ايه مش كل اي حاجة اللي هحطها على البرد اللي اقول كل حاجة على البرد تبه جميلة جدا حابة سابعة البهارات معايا انو مقص برضو النشفة اهم حاجة فيها برضو زي ما انتو شايفين اهو كده انا هشت الحمر عندي اهولاش هزعلكو كده انا عندي هابتغلي ها حوضتي بس عليها كده شوية عشان هنزل عليها بالرز. شايفها? اهوة قد الرزة عندي زنتي وبحض انتي وكمية ات مش عاوزة الرزة خالص ما تحطيش. حط لحوة مفرومة. اه بس هي كلها بروتين. هنحط بروتين على بروتين نمشي امورنا يا جماعة. لازم نمشي الامور. يا دبك انا خلت بس نص سوا. اها نطفت. خلت لازم الرز ما يستويش قوي يا ولد. لازم. الوقت انا هحط تمام بادات في الصينية دي. ات عاوزة تحطي بقى انتي اكتر اقل. انتي ده حاجة حرية. شوفي انتو تبع الصينية بتاعتك برا. شوفي انتو عاوزة ايه. انا هحط تمانية بس. ما دين يا اولاد لما تجوا تجيبوا البيض من برا لازم تكسريه في بولة زي كده او طبق ما تضمنيش تشوفي في حاجة وحشة. اه من شاشة فيها حاجة عرق دم. لازم الانسان يشوف الحاجة قدام منك. لو بتعملي كيكة اي بيت تجيبه من برا مش دمناع لازم تكسريه في اي طبق. انا هربوا كده ها زي ما انتو شايفون كله عبال ايه. ما عندي الرز لازم يبرد. لازم السلسة تكون باردة للبيض. لو انتي مستعجلة شفت الصينية بتاعت ام احمد اهي. باردة خالص اهي اول فكرة كشم ولا لا. اهي. مستعجلة على البيض على طول ايدك فيه ده وتروح اياه حتى الصينية الماء زي كده. ماشي? علي اني لا يا اولاد انتي لو ما عملتش شوية بردة صينية البيض هتهبط منك ومش هتتبقى حيلة. لكن ده بجربي دي بقى كده. انا محطتش الخضرة. محطتش الخضرة لما اجا حط البيض. زي ما انتو شايفين الرزة عندي بردة اهو. هنزل عليه بالبيض. البيض لازم تربع عشان ما تربعش حتة فضي وحتة زي ما انتو شايفيني. سلام. شلتلكوا بقى شوفوا بقى لو كان الرز سخني يا اولاد. كنت زي ما انكو طلعت انتيات الباد ايه. اه. اربوا قوي يا اختي. بحط الشطة الخضرة بتاعتي. عشان تدي راحة حلوة. والخضرة بتاعتي مده قوي اتفكروا الخضرة دي انا حطها للباد كلها لا. لك مني انا عندي الخير في الغات. حطها له. مخارطة بالزيادة يعني. طبعا حطة كل تحويجي له. هو بس نايس ملح. عشان انا مش هدوه طبعا البيض. علشان الملح. عندي التصف تحت مجهزاها. كل شايفين منظر البيض. اهو. عايزة تزويدي خضرة زويدي حب. والزبرة والشابة هم حاجة. اصف بتاع البولة بتاعتي من البيض. خسارة احنا لسه بنقول ايه. كده دعباسي عندك فرختين بلدي يستعملي منهم ما عندك اش. اطلع المحل هاتي البيض وتعال. هندي الصينية هي. حبت الزيت بقى عشان تعرف تخرط خرط بقى خرط. هندي الصينية زيت. عشان انت خرط البيض. وهنزل عليه. عندي بقى الفرن طبعا جايز انت عارفين ومحمد الفرن بتاعها البلدي. انا طبعا هي هفكركم كل بايام زمان ستكو وخالقكو وعمكو كل حاج. هفكركم بالخير كله. اهي. شايفين? صينية البيض. اهي. خدت وقتي يا ولاد. بزمكو خدت وقت. ولا بديعي وقت. يلا تعالي معي نحطها في الفرن. اهي. بسم الله الرحمن الرحيم كده نخفصت. البيض بتاعي. اهوت. دخلتها الفرن. اهي تلوقتي كده مش وليش فين الصينية تلعم الفرن جمالها. ادي صينية البيض يا ولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي جمال الصينية البيض في الفرن. وقلتلك بقى عندك شاطرز لو في الفريزل. فايدين من خلطة محشي من خلطة كده عاملة اي مهم خضرة. لو فايدين من خلطة محشو شاطرها في الفريزل شوفوا وفرتلكم بقى ازاي. اهه. اسهل حاجة ما فيه. عندك بطن في التلاجة يا رب لو. لو عايز تعملي طبق. هتعملي بيه. رز في الفريزل مسلا بتاع خلطة حطي لها. رز ابيض حطي لها. تمشي كل حاجة. البيض زي ما قلتلكم انا حطيت لحبة الزيت. علشان اللي انا خرتها. اهي عشان ما تلزقش. شايفين وهي سخنة كمان لسه هيك. شايفين جمالها. بسم الله الرحمن الرحيم. حاوز تعملي بقى ابلا احمد اه ما فرمه براحتك. حاوز اتعملها يا صد براحتك. اه. او ممكن ما تحط لهاش رز. اه دي. انا بقول سخنة لسه كمان. اهй. اهي. اهي. irgendwie. اهي اهي. اهي. اقضي ابب بتاعي اوها. وكل الهنه والشفير. BUTT لوقت انا عملت صانيات بوريتين كلفتن ايه تلاتين جنة. وبلهنه والشفnas. كل الوصفات تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com